ويا هلا! غرزتنا النهاردة سكر السلام عليكم! زيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير رمضان كريم النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزة اسمها غرزة قصب السكر او شجر كان زي ما تحبوا تسموها هي سكر وطريقتها كمان سكر قوي وسهلة جدا فيالله بينا على طول نبدأ هنم مع بعض 12 سلسلة منظهر السلاسل هرتفع سلسلة واسحب كل اتنين مع بعض وده صف البداية موجود في دروس تعليم التنسي هتلاقوه في صندوق الوصف بعد كده غرزتنا مستندة على الغرزة العدلة تمام؟ فيالله بينا نبدأ اول حاجة زي ما تشايفين الثلاسل اهي هلف لفع الابرة تمام؟ لفع دي خالص هدخل اعمل غرزة عدلة وهروح على طول بعدها اعمل غرزة عدلة بدون لفع على الابرة هركزوا معايا لان الغرزة شوية مركبة ولكنها نتجتها جميلة جدا بعدين هعمل منظلكة في السلسلة اللي قبلها على طول بالشكل ده نعيد تاني ادي صف البداية احنا عارفينه بعدين لفع الابرة هدخل اعمل غرزة عدلة اكي طبعا برضو هتلاقو الغرزة العدلة وتفاصيل تاني عنها في صندوق الوصف وهروح اعمل غرزة عدلة اللي بعدها بدون اي لفع الابرة بعدين هعمل منظلكة بالتبادل بتبادل بقى ، لفع الابرة غرزة عدلة وبعدها وعمل منظلكة غرزة اللي قبلها لفع الابرة غرزة عدلة غرزة بعدها وعمل منزلقة في الغرزة اللي قبلها لفع الإبرة غرزة عدلة وغرزة عدلة بدون أي لفع الإبرة بعدين رح عاملة منزلقة في الغرزة اللي قبلها لفع الإبرة غرزة عدلة وآدي آخر حاجة غرزة عدلة ورح عاملة منزلقة في السلسلة اللي بعدها آخر الصف افضل حاجة لنا ان احنا ناخد الاتنين لوب او الاتنين حلقة او الاتنين زي ما انتو شايفين كده السلسلة الجانبية اصحب ارتفع سلسلة وزي ما انتو شايفين على طول الغرزة بتبرز معايا واسحب كل اتنين مع بعض والصف اللي بعده زي ما انتو شايفين طبعا في لفة على الابرة وفي غرزة عدلة اللي هي اللفة على الابرة دي هتلاقوها رجع لورا شوية الغرزة العدلة هتلاقوها جاية لقدام هدخل واعمل غرزة عدلة تمام واللي بعدها برضو غرزة عدلة ولو ما لاحظين ما لفتش لفة على الابرة تركز معايا بعدين هعمل منزلقة في الغرزة بتاعتي نلف على الابرة وبدخل في الغرزة اللي انتو شايفينها دي تمام وواحدة بدون لفة على الابرة بعدين ايوه بنعمل منزلقة لفة على الابرة بدخل في السلسلة المفتوحة دي بعمل غرزة والغرزة العدلة اللي هي اتعملت بعمل فيها غرزة وبعدين منزلقة واحدة من واحدة لمنزلقة لان اللفة على الابرة دي نفسها بتعوض المنزلقة اللي انا بعملها فاللفة على الابرة تاني زي ما انتو شايفين غرزة اهي بدخل وباسحب غرزة عدلة ادخل واسحب بعدين منزلقة اخر حاجة اهي تمام وبعدين منزلقة طبعا عشان اكمل الصف انا عاملة 12 سلسلة فهتلاقوهم دلوقتي نقصي ثلاثة ستة تسعة عشرة واحداشر طيب راحت فين السلسلة السلسلة اللي هي هنا اللي احنا ما لفناش فيها في الاول لفة على الابرة لفة على الابرة الاول وارجع اخر الصف بالمنزر ده واسحب ارتفع سلسلة اللي احذا احب كل اثنين مع بعض زي ما انتو شايفين في غرزة عدلة مفيش الغرزة المفتوحة دي طالما ما فيش الغرزة المفتوحة دي يبقى هلف اللي في لفة على الابرة ادخل في الغرزة العدلة واسحب ومن بعدها عل طول الغرزة المفتوحة دي وبعدين اعمل منزلقة لو ملاحظين الأصفف بالتبادل ما بينها وبين الأصفف السابقة نعيد تاني زي ما انتو شايفين الغرزة اللي هنا غرزة مقفولة مش مفتوحة كده فعلى طول هلف لفة على الإبرة الأول أدخل في الغرزة وأسحب بعدين الغرزة المفتوحة وبعدين أعمل منزلقة تمام لفة على الإبرة أدخل في الغرزة العدلة وبعدين الغرزة المفتوحة وبعدين أعمل منزلقة لفة على الإبرة هدخل في الغرزة من بعدها الغرزة التانية وبعدين دي آخر حاجة كانت غرزة مفتوحة هعمل منزلقة ولو جينا عدينا دلوقتي هلاقيهم 11 والأخيرة دي اللي هي الجانبي هي اللي 12 ارتفع سلسلة أدي 3 6 9 10 11 12 12 يكون العدد طبعك صح لو انتي اشتغلت بالأسلوب ده وبعدين أسحب كل اثنين مع بعض زي ما انتوا شايفين هنا في الغرزة المفتوحة هدخل وهسحب تمام وهدخل ثاني وأسحب كأنهم غرز عادية بعد كده أعمل منزلقة واحدة من واحدة بعدين لفع الابرة ادي الغرزة المفتوحة بدخل فيها تمام وادخل في الغرزة العدلة بعدين منزلقة لفع الابرة كل غرزة بدخل فيها في مفتوحة ومن اللي بعدها دي غرزة عادلة برضو بدخل فيها وبعدين أعمل منزلقة غرزة من غرزة وطبعا هنا ده الصف اللي بلف فيه في نهاية الصف لفع الابرة الأول وارجع أخذ آخر الصف ثلاثة ستة تسعة عشر احداشر اتناشر فاهمتوني دلوقتي بعد كده ارتفع سلسلة وكل اثنين مع بعض شايفين اشتغل صف كمان هادي الغرزة العدلة طبعا لما بلاقيها بلف لفع الابرة أدخل وأسحب من بعدها الصف ده أدخل وأسحب وأروح عاملة منزلقة لفة وأدخل في الغرزة وأسحب الغرزة المفتوحة برضو بدخل فيها وأسحب وبعدين منزلقة هي تبين مركبة بس هي صفين صفين وبعدين على طول احنا هنحفظهم بسهولة ان شاء الله زي ما انتو شايفين لفع الابرة أدخل دي في دي وبسحب دي غرزة عدلة الغرزة مفتوحة هي بدخل فيها وأسحب وبعدين أعمل منزلقة لفع الابرة هذه الغرزة العدلة وأدي الغرزة المفتوحة وبعدين منزلقة بشكل أبطئ تتأكدوا تتأكدوا كل مرة تتأكدوا أهو تلاتة ستة تسعة وتلاتة اللي 12 واسحب كل اتنين مع بعض تعالوا نقفل الغرزة بتاعتنا مع بعضينا زي ما انتم شايفين أول الصف فيه غرزة مفتوحة فأنا بدخل فيها وبسحب وأعمل منزلقة دي كمان هي غرزة عدلة هدخل فيها وأسحب وأعمل منزلقة لفع الابرة زي ما انتم شايفين دي الغرزة تابعي بعد كده رح تطلع من التلاتة ودي هاخدها أسحب وأعمل منزلقة لفع الابرة دي الغرزة اللي أنا بلف فيها أصلا على الابرة فأخذ كده وأطلع من التلاتة غرزة عدلة وأعمل منزلقة وفي لفع الابرة في الآخر لو فاكرين وبعدين آخر الصف وأطلع من التلاتة وأعمل سلسلة ارتفاع وبكده غرزتنا زي ما انتم شايفين تكون خلصت غرزة جميلة قوي وسهلة جدا وزي ما انتم شايفين شكلها بجد بجد سكر دي غرزة أصب السكر أو الشجركان وده شكل غرزتنا النهاردة وشكلها في غرزة البطانية أهو زي ما انتم شايفين اند اي كيوت شكلها حلو قوي وكده غرزتنا تكون خلصت زي ما انتم شايفين سواء في غامق أو في فاتح الغرزة شكلها حلو قوي وميازة جدا اشتغلتها على فكرة بإبرة رقم 4.5 مع خيط متوسط السمك وخيط رفيع شوية بس النتيجة تحفى في الحال تاني ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وعملوا شير لو في حد مهتم بالكرشي التونسي وروحوا على الانستا والفيسبوك والتيكتوك لو حابين تشوفوا حاجات بسيطة من الغرز دي أو حاجات مختلفة احنا بنشرحها هناك نشوفكم ان شاء الله في برسة جديدة بكرة ان شاء الله رمضان كريم مع السلامة باي اشتركوا في القناة